السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبي ومتابعي عادل فتح في كل مكان أصعد الله أقاتكم بكل خير وسعادة وراحة بال كل سنة وانتوا طيبين على قناة عادل فتح واحد الفين اتنين وعشرين زي ما قلت لكم كل سنة وانتوا طيبين على القناة التانية بالأمس يعني النهاردة الفيديو بيقسم إلى جزئين جزء خطير جدا يخصهم محسناء هتعرضي نفسك لمسألة قانونية خطيرة جدا أنا على فكرة يعني ما ليش دعوة بس بالمحامي ولا دارس قانون ولا أي شيء ولكن زي ما بيقولوا علمتنا الحياة أو تجربوا في الحياة هقولها لك يا محسناء تركز فيها وكل اللي هيعمله زي محسناء لكن هتعرضك للمسألة القانونية الخطيرة جدا 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 والجزء الأولاني للأستاذ حسن بيسو طالع النهاردة هو طالع في يعني عايز يقول له جمهوره كل سنة وانت طيب بس هو دخل على طول كده في حاجات أنا مركزش قوي فيها لكن هو واضح إن حسن مركز عن لون الأصفر ما فاضلش غير كاب أصفر يعني حتى البروفر كان اكمامه بين أصفر النظارة كل شيء الساعة كل شيء أصفر فأصفر حاجة بقت صعبة قوي أرحمنا من لون ده يا عم حسن المهم إنه هو ألف سلام عليك وإن شاء الله هو حيجرى عملية إن شاء الله اليوم يعني يعني دعوله كل محب ومتابع عادل فتحي أو حيكشف معرفش برضو زكاة عملية أو حيكشف على عنيه نتمنى زكاة عملية أي حاجة زي ما بيقوله إن شاء الله تعدي على خير وإذا كان فيه أي حاجة ربنا يتم عليه الشفاة بإذن الله ودعوات محبي ومتابعي عادل فتحي للأستاذ حسن إن ربنا يمنى عليه هو قال إنه هو حيعمل بعد قبل كده دعاية وحيبقى فاهي كده وكده يعني ممكن يعمل مثلا خمسة مدفوع الأجر وممكن معهم واحد مش مدفوع الأجر حالات خاصة وده حقه أنا قلت من حق المشاهير إنها تستفيد بشهرتها وده حق مكتسب والدعم ده موجود في كل مكان وبيعملوه كل لأن ده حلال ما الحلال لأنه بيبقى فيه طعم أو فيه شهرة أو مش بقى فيه حاجة لا بيبقى من حق اليوتيوبر أو من حق المشاهير زي ما محمد صلاح بيتحتكره شركات زي بوما يعني هو كده يعني فمن حقه إنه هو يعني زي ما بيقوله يستغل هذه الموهمة نخش بقى على طول لكن هو بقى بالنسبة للحاجات ومش الحاجات تركز يا أبو علي وحسن اللي عد حسن واللي جاي حسن وما شتمك غير اللي بلغك أي واحد بعتلك حاجة على الخاص فيها شيء من الوقيعة أو الفتنة هو ده الشخص اللي شتمك هو ده الشخص اللي انت لازم تحط عليه برواز لإن يا عالم إحنا في دنيا غير الدنيا لإن واحد حيبعتلك حاجة ليه علشان تزعل من عادل أو تزعل من زيد أو تزعل من عباد الناوي إيه؟ يبوز علاقتك فركز قوي في الكلام اللي أنا بقولهولك أنا راجل علمتنا الحياة حاجة تانية بالنسبة للمحسناء أنا قلبي معاك يا محسناء محسناء طلعت على السطح وكانت بتشور على متابعينها الأول تحت هل مثلا ممكن تبني حوش أو حاجة لو حترب عجول أو بهايم زريبة يعني زي ما بيقولوا عليها أو عندها ممكن تطلع على السطوح وتعمل بطاريات أرانب وكلامين ده وتعمل عروش وتبني مش عارف إيه أو تعمل غية حمام وتعمل برجين كده الكلام ده يعرضك للمسائل القانونية ويعرضك للمحاكمة فورا الحي حيقوم على طول بتوقيع أقصى غرامة عليكي وعقوبة كبيرة جدا لأن المالك أول مالك للفلة كان ماضي إن هو عمره ما يغير أي شيء ولا من شكل الفلة فما ينفعش أبدا إن إحنا حربي مثلا بأخذ زريبة اللي هو اللي سطاب والرب عجول علشان أنت بتقول هعمل لكم وخلي لكم إيه يعني حنستفاد إيه لو جبنا خمس ست عجول لباني أو خمس ست عجول فريزيان وخلناه ومش حينفع طبعا ريحة الجلة انت في ريحك مش عارف مين رجل أعمال مين مستشرفا يعني محدش هيقبل إن هو يشم ريحة الجلة في الشيخ زايد وهتبقى كارثة طب حتطلع إلي حمام يفضل يعمل الفضلاته على ملابس الناس هتقول لي محدش بينشر على الناس وهي أعضى في البرندة وبتنشمس طب ومين اللي هيسمح لك إنك تعملي برجين وتغيري من شكل الفلل اللي في الشيخ زايد طبعا مخالفة جسيمة بل إنه أحذرك لو غيرتي الأرماط اللي هي الفرن بتاعة الجبس لو هي حديد وغيرتها جبس أو هي جبس وغيرتها حديد هتدفعي غرامة شديدة وكبيرة جدا 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 لا يمكن الإدارة أو إدارة الحي الشيخ زايد توافق لأي صاحب فلة من تغيير أي معالم موجودة للفلة حتى اللون لإن اللون لازم يكون واحد الأرماط إذا كان حديد لازم تبقى حديد إذا كان جبس لازم تبقى جبس هو هكذا فأعمله معروف ما نجيش نلاقيك بني برجين حمام بالأواديس أو الواد محمود ولا محمد عاملين قطن ولا حاجة وجايبين بطرات أرانب ولا فرخ ولا كلام من ده الكلام ده مرفوض رفض تاب عايزة في أي أرض زراعية في كلام من ده ممكن تعمله مشروع صغير ويبقى إنتاج زراعي على حيواني على داجن على تسمين ممكن برضو خمس ستة أفدنا في أي مكان وتعملي فيهم اللي أنت عايزة وتعملي مزرعة عجول تسمين وحليم وتعملي عنابر فراخ بياض وعنابر وتسمين وكل شيء وأرانب وكل حاجة وزمان لكن تعملي كده شيء صعب جدا الحاجة التانية أنا شفت عم نصر قاعد وهي وهي بتقدم له ثلاث فراخ حجم الفرخة يعني اثنين كيلو نص ثلاثة كيلو الله رب تختلف تطفق حسناء بنتي من أفضل شفات بتطبخ الأكل الريفي اللي على أبوه يعني أنا عندي الحاجة تقول أنا بقعد برغم أنها زي بنتي بتعلم منها كيفية الطبيق ونضافة الأكل والشياكة بتاعتها في الأكل ما فيش بعد كده اتفاجئنا أن عم نصر بكال ثلاث فراخ وبياكل يعني حاجة طيب يبقالت الشيوخ العملية بقى مش موضوع شيوخ ده لازم حقيقة يعني يطعرت بقى على خصائيين كبار جدا لأن الموضوع مرة قبل كده كال السمك اللي هو بتاع الزينة بالدورة بتاعه اللي هو الإزاز أنا سمحت في البلد هنا عنده بيقولك بيمسك العملة لما بييجي هنا سيدي سالم وبيقعد مثلا في أبو غنيمة في الغنيمة في الحيط بيمسك العملة اللي هي الجنيه ده بييده بيضيع الكتابة من عليه طب هو مين يا يعني الجني ده بيمسكه كده بيتنيه تنيه مين يعني ليه هو إيه يعني يعني أنا مش ده إيه يعني أنا معرفش هل ده قوة خارقة هل ده ستيف أوستن هل ده الرجل الأخضر أنا معرفش بس اللي أنا شفته الفراخت حطت قدامه الفرخة قدي كده بقى هو كانت ثلاث فراخ دولة وقبل كده طبعا انتوا عارفين انه كان بياكل السمك يعني بالشوك بتاعه بكله والفراخ بعتمها بكله ودي حاجة بتبقى صعبة جدا 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 فنشوفوا بقى حل إذا كانت المشايخ بقى ولا اللي انتوا عرضتهم عن لي ولا شوفوا أنا ما بعترفش الأول بالناس بتوع الدجل والحاجات دي لأنهم بياخدونا لدوامات كبيرة جدا ويمين وشمال وحاجة صعبة جدا جدا لكن بحذرك كل التحذير ان انت تغيري أي شيء في الفلة أو يكون حد من الأولاد خارب عليك زي موضوع القناة والقناتين اللي راحوا فغمضة عين اتبخروا قنواتهم محسنة فين؟ بح خدهم الغراب وطار هنجي نبص تلاقي الشرطة وتشكيل من الأمن المركزي واقف لك هو 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 وجايين عايزين المحسنة لأنها غيرت في المعالم بتاعة الشيخ زيد اللي الكل متفق عليها وانت هتلاقيك وانت الشريع العاد برضو كاتبه نفس الشيء ان انت يبقى الشيء كما هو عليه يعني مالحدش بيقدر يغير بقولك لو شبك واحد لو قرمى واحدة الفرم ديت ممنوع حد يغيرها ولا يقدر يلمسها ولا يبصرها لأنه يتعرض للمساءلة القانونية غرامة بقى قولي خمسين ألف قولي مئة ألف وتحيات وعرضة عن نيابة وكلام من ده وإزالة وإزالة على حسابك وممكن الحي هو اللي يزيل لو عملتله برجين حمال يجي الحي يقدر الإزالة زي ما هو عايز يعني النهار ده حتى أخلي بالكم يا جماعة الخير لما بيبقى راجل عنده بيت دورين ولا تلت دوار وبيجي يزيل النهار ده ما فيش حد بيزيل على حسابه كمان يعني كمان بتبقى الإزالة مش على حساب الحي أو على حساب المدينة لا ده بتبقى على حساب الشخص فخلي بالك ما تغيريش في معالم الفلة اللي انت فيها حتى لا تقعي تحت طائلة القانون لأن الكمباوند كلته نظام واحد لا تقدري زي ما قلت غيري شباك ولا تقفلي شباك ولا تغيري اللون بتاع الوجهات ولا تقدري تبني زريبة تحت زي ما انت عايزين يعملها أبو حسناء عم ناصر أو تعملي برج حمام فوق أو تعملي بطاريات أرانب الكلام ده كله هجس في المتهجس وتعرضي نفسك للمسألة القانونية اللهم إني بلغت اللهم فاشد علشان الراس الفاس ما تؤحش في الراس والفاس يا جماعة للمسحة في الأرياف يقولوا على الفاس المسحة الفاس ما تؤحش في الراس ويقولوا يا ريت كل التحية لمحبي ومتابع عد الفتح في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته